شيخ العلم بلا إله إلا الله هل هو غريزي أم مكتسب؟ العلم بالله يدرك بالفطرة العلم بالتوحيد يدرك بالفطرة ويدرك بالعلم أيضا فأعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فيعلم بالفطرة فإذا نظر المسلم إلى هذا الكون العجيب وهذه المصنوعات والمخلوقات وهذه العجائب أدرك أن خالقها واحد سبحانه لا شريك له إذ لو كان معه شريك لحصل الخلل في هذا الكون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فمن نظر بفطرته وعقله إلى وتأمل هذه المخلوقات العجائب فإنه يدرك أن خالقها واحد لا شريك له كما قال الشاعر بن المعتز قال ذا يا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فالفطرة تدل على التوحيد ولكنها لا تكفي لكنها لا تكفي لا بد من العلم والتعلم وإنما الفطرة تدل على ذلك ترشد إليه ولذلك الصبي إذا بلغ فإنه لا يؤمر بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه يعرف هذا بفطرته ولكنه يؤمر بالصلاة إذا ميز إذا ميز يؤمر بالصلاة وإذا بلغ يلزم بالصلاة والعبادة نعم أحسن الله إليكم